لم ينجح الزمن في التأثير على رونك وحيوية الواد التقيل الفنان حسين فهمي فرغم بلوغه 84 عام إلى أنه ما يزال يحتفظ بروحه الشبابية وإطلالاته الأنيقة المميزة التي تجذب الأنظار إليه في مختلف المناسبات بفضل اعتماده على مجموعة من العادات اليومية الصحية على مدار سنوات عديدة ليه جسد تطبيقاً عملياً لعبارة العمر مجرد رقم في البطاقة ولد محمد حسين فهمي محمود الشهير بحسين فهمي في القاهرة في 22 مارس عام 1940 لعائلة أرستوكراطية من أصل شركسي فجده كان ناظر الخاصة الملكية في عهد السلطان حسين كامل فكان عضواً في مجلس الشيوخ وجدته أمين هانم المانسترلي من عائلة المانسترلي الأرستوكراطية المعروفة درس والده العلوم السياسية في باريس وشغل منصب سكرتير مجلس الشيوخ قبل قيام ثورة 23 يوليو وهو الأخ الأكبر للفنان مصطفى فهمي درس في معهد السينما قسم إخراج وحصل على باكلريوس منه عام 1963 عاد في أواخر الستينات إلى مصر وبدأ محاولاته للعمل كمساعد مخرج لكبار المخرجين وقتها ولكن المخرج الكبير حسن الإمام شاهد فيه موهبة تمثيلية فريدة وطلب منه تمثيل دور في فيلم دلال المصرية مع الفنانة هدى سلطان ومجد الخطيب عام 1969 ومنه كانت انطلاقته للنجومية قدم الفنان حسين فهمي في بداية السبعينات العديد من الأفلام منها أفلام نار الشوء وملكة الليل وسيدة الأقمار السوداء ومدرسة الحسناء وظهور برية وبنت بديع وفي عام 1972 قام ببطولة فيلم خلي بالك من زوزو مع الفنانة سعاد حسني ونجح الفيلم نجاح منقطع النظير وظل معروض لأكثر من سنة في دور العرض وهو ما كان حدث نادر في تلك الأيام لتنهال عليه الأدوار ويعلن نجاحه عن نجم متميز في السينما المصرية تزوج الفنان حسين فهمي سبع مرات الزيجة الأولى كانت من السيدة نادية محرم وأنجب منها نقلة ومحمود أما الزواج الثاني وهي قصة الحب الأكبر في حياته كانت من الفنانة ميرفت أمين كانت بدايتها خلال مشاركتهم في فيلم نغم في حياتي مع الفنانة الراحل فريد الأطرش فكان وقتها حسين فهمي متزوج وله طفلان وحاول الإسنان التغاضي عن هذه المشاعر التي تولدت بينهما ولكن غلبهم الحب فقرر الزواج عام 1974 أثناء تصوير فيلم مكالمة بعد منتصف الليل واختلفت حيات حسين فهمي بعد الزواج فأصبح ينهي تصوير مشاهده ويعود سريعا إلى عش الزوجية كما تخلت ميرفت أمين عن نجوميتها لفترة حتى تتفرغ لرعاية ابنتها منها ورغم تعاونهم الفني في العديد من الأعمال خلال فترة زوجهم ولكن مع مرور الأيام قصرت المشاحنات والمشاكل بينهم أما الزيجة الثالثة كانت من خارج الوسط الفني من سيدة تدعى نينة وهي ابنة سفير سابق ولكن لم يدم الزواج بينهما فسريعا تم الانفصال وفي عام 2007 أعلن زواجه من سيدة من خارج الوسط الفني تدعى هالة فتحي وهي خبيرة كومبيوتر شهيرة وعاد حسين فهمي ليه تزوج من داخل الوسط الفني من الفنانة لقاء سوي دان وبعد خمس سنوات انتهى الزواج أما الزيجة السادسة للفنان حسين فهمي فكانت من سيدة الأعمال السعودية رونالد كوسيبي أما الزيجة السابعة والأخيرة والتي ما زالت مستمرة إلى الآن قد فاجأ به الفنان حسين فهمي جمهوره في مهرجان القاهرة الدولي في حفل افتتاح الدورة الواحد وأربعين حيثه ظهر برفقة زوجته السابعة رغم عدم أعلانه سابقا عن زواجه وكشف الفنان حسين فهمي عن مجموعة من الأسرار التي تتعلق بحياته الشخصية أثناء استضافته في أحد البرامج ومن الأسرار التي أفسع عنها حسين فهمي هو استخدامه حاليا لطقم أسنان وأشار إلى أن أكثر فنانة كان يحبها لكنه لم يستطع الزواج منها هي الفنانة نجلاء فتحي والتي شاركته بطولة العديد من الأفلام السينمائية وكشف الفنان حسين فهمي عن سر شباب الدائم قائلا أنا مش بدخن ومش بصهر كتير وده من الأسباب اللي بتدي حيوية موضحا أن الاعتماد على نمط معيشة صحي هو الأساس في التمتع بحياة شبابية خالية من الأمراض ويملقها الحيوية والنشاط ومن العادات الصحية التي يلتزم بها أيضا على مدار حياته هي ممارسة الرياضة باعتبارها أحد عوامل التمتع بالشباب والصحة الجيدة تناول الأكل الصحي أحد العادات الأساسية التي يعتمد عليها حسين فهمي للحفاظ على شبابه ورشاقته والذي يتكون من الخضروات الورقية والفواكه وغيرها من الأغذية الصحية كما يهتم بتناول الأكسوجين كل صباح من خلال شراء كياس الأكسوجين وتزوبها في كوب ماء بحسب تصريحاته بشرب أكسوجين كل يوم الصبح بحاول أعود نسبة الأكسوجين الملوسة اللي بتدخل جسمنا وأعتبر البعد عن المشكلات من أهم التصرفات التي تكسب الشخص حياة شبابية سعيدة لأن التمتع بحالة نفسية مستقرة يؤثر بالإيجاب على صحة الفرط حسب تعبيره بحاول أفض دماغي من المشاكل عمري ما كره تحدي في حياتي وعمري ما حقدت على حد بفرح للناس وبزعل على زعل الناس وقال الفنان حسين فهمي أن السن هو مجرد رقم في حياتنا وأوضح أنه يتمنى تقديم شخصية الخديوي إسماعيل لا فتن إلى أن العمل عرض عليه من قبل ولكنه رفضه قائلا أتمنى تقديم شخصية الخديوي إسماعيل وتعرض علي قبل كده ورفض لأن النص ما كانش عجبني وعن أسباب رغبته في تقديم الشخصية رد قائلا الشخصية مهمة وكنت حابب أقدمها لكي يكتب التاريخ الحقيقي لمصر وعن تفاصيل تحضيراته لكل شخصية يؤديها في أعماله قال الفنان حسين فهمي قبل ما أعمل الشخصية بسأل عن كل تفاصيلها الشخصية أكتر لإني لازم أحلل الشخصية وأبحث عنها علشان أتقنها وأكد أنه لا يعتمد كليا على وزاماته في أعماله وقال في أعمال مع تمتش فيها على وسمتي والاستمرارية مش بتيجي إلا بالقدرة على الآداء والتغيير ولازم يكون الفنان مثقف ويدق اللغات وأنا لحد النهاردة بعلم نفسي وباجي معرض الكتاب وبشتري الكتب وعني الماضي بالنسبة له قال حسين فهمي الماضي بالنسبة لي مش موجود وما فيش زمن وإحنا عايشين في المطلق العمر ليس مجرد رقم فقط ولكنه مش موجود وعملت برنامج اسمه زمن بناقش فيه كل هذه الآراء أنا عمري ما كرهت حد أو حققت في حياتي على حد ومعرفش غير الحب وهو الذي يسمو بالإنسان وأنا بحب ربنا والحياة والناس وأولادي ووطني وكان صيحة من خبرته في الحياة قال الفنان حسين فهمي بقول لكل الناس حبوا بعض ليه الكره والغيرة وأحساسي بعد موجود الزمن لا يشعرني بكبر السن وأنا متصالح دائما مع نفسي ورادي جدا ولدي إجباعة ذاتي وأشار علاقتي بأبنائي محمود ونقلة ومنها علاقة حب شديدة جدا عمري ما ضربتهم ولم يكن فيه إهانة لهم ربتهم بطريقة لبرالية جدا وكل واحد بيقول رأيه مهما كان هذا الرأي وعمري ما فرضت عليهم رأيي وأنا معهم بشعر إنهم جزء مني وعلى صعيد آخر تحدث الفنان حسين فهمي عن أعجاب النساء به مؤكدا أن الغزل والمعاكسات تجاهه بدأت من سن 16 سنة تقريبا وتعرض للتحرش اللفظي والجسدي أيضا حين تجمع عدد من السيدات حوله في المسعد قائلا زنقوني في الأسانسير ومد إيدوهم في كل حتة ممكن تتخيلوها وعن أكتر تصرف جريء من المعجبات قال الفنان حسين فهمي إنه ذات مرة دخل أحد الفنادق وفوجئ في غرفته بامرأة نائمة تحت السرير في انتظاره فطلب لها الأمن على الفور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر